منطقة خريبيش في مدينة بنغازي من المعالم القديمة بالمدينة ذات التاريخ العريق لم يبقى منها إلا الأطلال التي ستبقى شاهدة على جريمة حفتر المسمات الكرامة الكرامة التي سفك من خلالها دماء الأبرياء وأغل فيها وقطع عرى الود والترابط بين أهل المدينة قبل أن ينسف المباني والمعالم فما صنعته هذه العملية بالمدينة اعتبر سابقة في الخراب لم تشهدها من قبل منذ أكثر من ثلاث سنوات وأهل بنغازي يموجون في رحى هذه العملية بين معتقلين ومقتولين ومهجرين أو صامتين خائفين أو داعمين مغرر بهم حتى من كانوا داعمين لم ينجهم ذلك من وبالها وتجرعوا كؤس ظلمها مثل ما سقوها للأبرياء والمستضعفين الداعمون شوهوا ثوار المدينة وأخرجوهم وألصقوا بهم التهم الزائفة وأحرضوا عليهم حتى لم يبقى منهم إلا ثلة قليلة في منطقة صغيرة أصبحت كالخنجر في خاصرة ميليشيات الكرامة رغم تصريحات مجرم الحرب حفتر بإنهائه لمقاومة الثوار في المدينة وإعلان تحريرها إلا أن القصف والاشتباك لم يتوقف بهذه المنطقة ويعز مراقبون ذلك إلى أنه كلما ارتفعت وتيرة الانقسامات والتناحر بين ميليشيات الكرامة زج بهم حفتر في محرقة محور خريبيش لإلهائهم عن منازعته الحكم والسيطرة وللتخلص منهم فالقصف الأخير على المنطقة وشن الغارات الجوية عليها كان متزامنا مع التحركات السياسية سواء داخليا أو خارجيا وفي ظل احتقان وصراعات في معسكر ميليشيات الكرامة يراد منه بحسب مراقبين التلويح بوجود حفتر في المشهد والإعلان عن نفسه بالقصف والتدمير